موسيقى مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور عندنا أخبار كتير جدا النهاردة على كل المستويات لكن خانينا نبدأها من انتخابات مجلس الشيوخ والنهاردة ومنذ قليل بدأ انتخابات اليوم التاني أو التصويت لليوم التاني كنا اتكلمنا من مبارح عن إجراءات احترازية كتير جدا لتأمين الناخبين وهم داخلين سواء بالكمامة أو بالتعقيم والكحول قوات الأمن وقوات الجيش والشرطة اللي بتأمن محيط اللجان الانتخابية الحياة مجود كبير جدا ومبارح شهد كمان إقبال من قبل الناخبين على التصويت ودي الحياة أنا بشوف أنها حاجة إيجابية وان شاء الله اليوم التاني النهاردة يشهد إقبال أكتر بكتير وكل واحد فينا ينزل يقدي مش بس دوره لكن يمارس حق من حقوقه في التصويت واختيار من يمثله الخبر بيقول كمان الرئيس والحكومة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيخ سيد الرئيس مبارح قدل بصوته في أحد اللجان الانتخابية في منطقة مصر الجديدة وشوفنا مبارح وتابعنا مع حضراتكم كمان سيد رئيس الوزراء في الشيخ زايد رئيس مجلس النواب كان في الجامعة العملية في مدينة نصر قدست البابا كان في مدرسة في منطقة العباسية والحياء قيادات الدولة طبعا لأنهم بيبقوا رموز وطنية كمان وبيشجعوا الناس أنهم ينزلوا وهم كانوا يمكن من تسعة الصبح من أول ما اللجان فتحت شوفنا سيد الرئيس وشوفنا قدست البابا وشوفنا رئيس الوزراء والوزراء نروح دلوقتي نشوف سيد الرئيس وهو مبارح بيضل بصوته في اللجنة الانتخابية اشتركوا في القناة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 حيث إنها أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصرية بعد أكرار تعديلات الدستور 2019 استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسية التي تنتهجها الدولة المصرية اشتركوا في القناة طبعا اهتمام كبير من الدولة كلها بانتخابات مجلس الشيوخ طبعا انتخابات بتتم فيه ظروف غير طبيعية يعني ظروف كورونا يعني في دول حد دلوقتي الدنيا عندها مقفلة ويعني بينزلوا باحتياطات كبيرة جدا وإحنا دولة بتبني ودولة بتعمل انتخابات وبنشتغل وأنا شايفين دي حاجات الحقيقة إيجابية وممكن العالم كله بينزر لمصر بمزيد من الفقر أن احنا بنشغالين نشغالين عندنا بونا بنكمل بونا عندنا طريق عايز ترسف الطريق بترسف عندنا انتخابات فيه انتخابات احنا يعني الدنيا عندنا زي ما حضراتكم شايفين ودي حاجة كويسة طول ما فيه إجراءات احترازية يبقى الدنيا تمام ده طبعا الفيديو الخاص برئيس مجلس النواب قدل امبارح بصوته في المقر الجامعة العملية بمدينة ناصر ودي مقر لجنته الانتخابية وزي ما تابعنا امبارح تابعنا مع حضراتكم من أكتر من لجنة انتخابية أكيد يعني فيه مجموعة من الإجراءات مش بس لتأمين اللجان لكن لتأمين كمان الناخبين لسه كنتكلم من الداخل انتخاب يكون حريصا يلبس الكمامة بتاعته لكن كنا متعودين في كل يعني انتخابات أو استحقاق دستوري بنحط ادينا في الحبر الفسفوري عشان نقول ان احنا انتخابنا وما يكونش فيه تكرار او ازدواجية للتصويت لكن عشان نحد من انتشار العدوى الفيروس كورونا فيه دلوقتي منعوا الحبر الفسفوري في اللجان الخبر بيقول كده ان الهائة الوطنية قالت عدم استخدام الحبر الفسفوري بانتخابات الشيوخ لمنع عدوى كورونا وقالت انه يعني وضعت اجراءات تانية يعني ضامنها لنزاهة وشفافية الانتخابات ومنع ازدواجية التصويت انا بقول ده عشان نبقى عارفين ان احنا بننتخب مش هنحط الحبر الفسفوري في ادينا العالم كله مبارح بيتكلم عن اللقاح اللي اعلن عنه الرئيس الروسي في لدمير بوتن بيء الامس وقال ان في لقاح روسي وتم تجربته وتجربته نجحة وكمان اكد ان بنت من بناته اخذت هذا اللقاح وان اللقاح ايجابي جدا ومفيد جدا اعلن الرئيس في لدمير بوتن السلساء عن تسجيل اول لقاح ده فيروس كورونا في العالم وذكر بوتن ايضا ان احد ابنتيه قد اجرت اختبار لقاح كوفيد 19 على نفسها وانها في حالة جيدة منظمة الصحة العالمية قالت ايبا منظمة الصحة العالمية قالت ان المنظمة والسلطات الصحية الروسية تنقشان عملية اعتماد والتأهيل مسبق من قبل المنظمة واعلن وزير الصحة الاردني اه ده في سياق اخر لكن عايز اقول ان ان بارح تم الاعلام بشكل رسمي عن وجود لقاح روسي ضد فيروس كورونا ودي بريقة امل جديدة دي حاجة عظيمة جدا وحاجة كويسة جدا منظمة الصحة العالمية لسه بتتابع هذا الامر عشان تخرج لنا ببيان وتؤكد صحة هذا يعني الخبر او صحة هذا اللقاح طبعا لو اللقاح مفيد وزي ما اعلن الرئيس الروسي دي تبع حاجة محترمة جدا حاجة كويسة جدا بريقة امل زي ما بقول لحضراتكم احنا مش محتاجين لقاح واحد محتاجين لقاح الروسي ولو فيه لقاح الامريكاني ولقاح الالماني ولو فيه لقاح كمان اللي هي عاملاء الشركة السودية محتاجين اكتر من لقاح واللقاح الصيني اكتر من لقاح لان احنا زي ما بأكد لحضراتكم احنا سبعة مليار زبون وقفين في طبور اللي هو معدد سكان القرى الأرضية كلنا وقفين في الطبور كل واحد مستني اللقاح بتاعه فطول ما فيه تنوعات كبيرة طول ما فيه مصانع كبيرة بتنتج عدد كبير جدا من اللقاحات ان شاء الله غمه وتزور امين يا رب لكن برضو مش عايزيني ان احنا نقول ان الاعداد لما بتتراجع نتطمن قوي الفيروس لسه موجود وده مش كلامنا اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ودكتور حسام حسني رئيس اللجنة قال ان فيه موجة تانية والموجة تانية دي هتيجي او هتبدأ مع بداية فصل الشتاء وده الموسم اللي بتظهر فيه الانفلوانزة يعني موسم الانفلوانزة والنزلات البرد اللي يعني معظم الناس بتاخدها ده هيكون مفروض ان الموسم اللي تظهر فيه الموجة التانية بتاعت فيروس كورونا بقوله احنا سيطرنا على الفيروس بشكل كبير وده ليه عشان يعني الوعي اللي بقى عند الناس لكن مش معنى كده ان الفيروس مش موجود والغاية لما يبقى فيه لقاح احنا برضو في خطر والموجة التانية ممكن الاعداد فيها تزيد لقدر الله لو احنا ما خدناش بالنا الكمامة تبطلهاش حتى لو قلنا ان فيه صفر اصابات الفيروس موجود وممكن ترجع تبقى واحد واثنين وعشر والف مرة تانية فمن هنا لغاية لما يجي فصل الشتاء وتحديدا في فصل الشتاء ولغاية لما اللقاح يظهر وكلنا ناخده ان شاء الله يوصلنا في مصر هنا يبقى لازم نكون فيه منتهى منتهى الحظر تمام وزارة الصح مبارح بتعلن عن تسجيل 168 اصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاء الاعداد فعلا بقت قليلة في مصر لكن انا بأكد على كلام هبا الموضوع يدعو لي التفاؤل لكن لا يدعو لي الرخاوة ان انا يا عام خلاص ولا فيه حاجة اسمها كورونا ولا نيل ما فيه حاجة خلاص الموضوع خلص ولا يهمك ونقعد ننقل لبعض افكار سلبية وعمالين ننقل لبعض كلام مش صحيح خلاص وده فيه ناس بتقول لك لحد الوقت ان فيه حاجة اسمها كورونا فدي الاعداد قدام حضراتكم 168 اصابة جديدة 24 حالة وفاء ده بالامس هل في موجة تانية ولا لا العالم كله بيقول في موجة تانية وكتير جدا من دول العالم دخل في موجة تانية وامريكا عمال تدخل في الموجة الاولى على التانية معرفش على التالتة واللقين برح مسجلين 40 الف حالة فالموضوع لازال خطر واي انسان مصاف في العالم هيبقى خطر على العالم كله كان لسه من يومين اعتقد كان مين بيتكلم كان حد يعني من المسؤولين الكبار في العالم بيتكلم بيقول على فكرة احنا لو عملنا لقاحات حوالين العالم كله وسبنا الافارقة مثلا انت كده برضو العالم لسه في خطر فهي القصة ان احنا كلنا دلوقتي السبعة مليار بناء ادم في مركب واحد اما نبقى ناخد اللقاح كلنا ونبقى زي الفل كلنا اما يا باشا كلنا هننقل بعضين ده الباشا كان واحد قاعد في الصين بيأكل أكلة ولا مش عارف خرج من مطعم وصل للعالم كله فالعالم كله اصبح في مركب واحد فاحنا نخلي بال يعني على ايه انا اروح اي مكان انا عايز اروح اروح النادي اروح اتفسح في الشارع اروح في الجنينة اللي تحت بيتنا بس بالكمامة هلبس الكمامة وخلاص القصة ببساطة خالص وربنا يشفي يا رب امين يا رب نروح للأوضاع في لبنان ويعني يا رب في أسرع وقت اللبنان ده يتعافى ويقدر البلد الجميل ده وشعبه الجميل انه يقف على ريجلي مرة تانية يكون فيه استقرار استقرار سياسي ومنه يكون فيه استقرار بشكل عام للبلد طبعا تسامح شكري وزير الخارجية كان ليه زيارة مبارح التلات في لبنان وكان فيه مؤتمر صحفي لكن مقتضب اتكلم فيه عن أهمية التعاون ودعم لبنان وشعب لبنان في الأزمة الحالية فنخرج مع بعض لوقتي نشوف جزء من المؤتمر الصحفي بنرجع مرة تانية اتقيت بالتوّم بفخامة الرئيس ميشيل عون لأنقل له تعازي مرة أخرى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على حادث التفجير وتأكيد مرة أخرى وقوف مصر كتفا بكتف بجوار الشعب اللبناني الشقيق لتجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة العلاقات التاريخية الراصخة فيما بين الشعبين المصري واللبناني تقتضي منا أن نعطي الأولوية لتسخير كل الإمكانيات المتاحة في مصر لتجاوز الشعب اللبناني الشقيق هذه الأزمة والتعامل مع الأولويات الخاصة بتدعيتها نحن نرى أهمية تكسيف الجهود خلال هذه المرحلة في كافة المجالات نوفر الجسر الجوي لمساعدات الإغاثية والإنسانية وأيضا الجسر البحري لمفاة بمفاة الإحتياجات الخاصة بإصلاح ما تم التلافه وإعادة الإعمار وعندنا كل استعداد للوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق ولدينا الثقة الكاملة في قدرته على تجاوز هذه الأزمة من خلال إجراءات استثنائية في كافة المجالات خاصة الإطار السياسي بما يؤدي إلى مواجهة التحديات التي فرضتها هذه الأزمة وهذا التفجير والمترتبة أيضا عن أزمة الكورونا ولكن أيضا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي كانت تراكمات أدت إلى كثير من المعاناة والتحدي لاستمرار تقدم اللبنان الشقيق واستقراره والحفاظ على سيادته ضرورة العمل خلال هذه الفترة على الأولويات الخاصة بالشعب اللبناني مواجهة التحديات الإنسانية والاحتياجات التعمير والخروج بإطار سياسي يستطيع أن يواجه هذه الأزمة بشكل وثيخ ويحافظ على استقرار وحدة لبنان ويعفي لبنان من التجاذبات الإخليمية التي لها تأثرها ولها وقعها خلال الفترة الماضية نتوقع أن نتلقى ونظل على سلة وثيقة من خلال التمثيل الدبلوماسي مع كافة الأجهزة اللبنانية للوقوف على الأولويات والاحتياجات ولدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية هذه الاحتياجات والأولويات في أقرب فرصة ممكنة شكرا جزيلا طبعا مصر دايما وقفة ومصر دايما ضهر كل الدول العربية مصر والتعامل مع لبنان في الأزمة الأخيرة مثال الحقيقة يحتزى به حركة طيران مستمرة بين مصر ولبنان لنقل المساعدات خاصة المساعدات الطبية الطائرات العسكرية المصرية بتحمل الخير وتحمل مواد الإغاثة لإخواتنا في لبنان رويترز بيقول تكشف بالوسائق أمنيون حذروا رئيس لبنان قبل أسبوعين من الانفجار النطرات ستدمر بيروت ده وكالة رويترز هي اللي بتقول كده بتقول إن في يعني جهات أمنية حذرت الرئيس اللبناني إن خلي بالك ده ممكن يحصل انفجار في الميناء ماذا صحة هذا الكلام ده على مسؤولية وكالة أنباء عالمية اللي هي رويترز الكلام ده صح ولا غلط إحنا ما نعرفش بس اللي إحنا نعرفه وللعالم كله متأكد منه إن وراء هذا التدمير أشخاص بلا ضمير وراء هذا التدمير أشخاص بلا ضمير فين؟ في لبنان نفسها عشان مواد خطرة ومواد مدمرة تقعد سبع سنين في ميناء ملهاش صاحب وتدمر بلد جميل زي لبنان بهذا الشكل العالم كله بيطالب بمحاكمة المسؤول العالم كله بيتابع الحقيقة لبنان هتتخلص ازاي من هذا الأمر ده اللي بنحاول نعرفه الفترة اللي جاية وده اللي احنا بنتابعه مبارح تم إقالة الحكومة أو مطالبة الحكومة بتقديم استقالتها ده اللي حصل بالأمس وده ومستمرين بقى في إجراءات أخرى العالم كله بيتابعها فيما يحدث في لبنان أكيد يعني الحقيقة بالعقل كده حتى لو كانت الرسالة اللي انت بتكلم عنها أو رويترز بتكلم عنها دلوقتي مفيش حاجة تثبت صحة المعلومة حاليا لغاية ما يكون في نتاج للتحيات بشكل نهائي ويكون يعني أعلن عنها ويتم إعلن عنها بشكل رسمي لكن في كل الأحوال أن كل المتفجرات دي تكون موجودة المدة الطويلة والسنوات الطويلة دي يعني دي قدامها علامات استفهام كتير مش ممكن الحاجة دي تكون صدفة لكن أكيد فيه إيد أو قادي بتتلاعب وكانت مقرارة تدمير بيروت نروح لخبر أخير بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ويعني بشكل كبير أو بنسبة كبيرة كل المؤسسات الحكومية اللي هتكون موجودة هناك في الحي الحكومي اللي فيه كل ما تتخيله كل الوزرات هتكون موجودة في الحي ده تم الانتهاء منها لكن تقرر انتقال الحكومة إليها في العام المقبل وده بعد اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من المسؤولين للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والانتقال من الوزرات ولا الحي الحكومي لكن يعني عدد كبير جدا من المشروعات اللي هتخدم وجود الحكومة والوزرات والمواطنين اللي هتكون لهم مصالح في الحي ده وهيروحوا عشان يخلصوا طبعا احنا كلنا بنقعد نتكلم على خبر نقل الحي الحكومي أو نقل الوزرات للعاصمة الإدارية هم مجرد خبر في الجورنات لكن تأكدوا ان اول ما يتم نقل الوزرات إلى يعني العاصمة الإدارية الجديدة ونقل بعد كده السفرات ونقل المصالح المهمة في القاهرة المزدحمة إلى العاصمة الإدارية كلنا هنشعر بهذا الأمر لكن طبعا مع نقل الموظفين ونقل يعني الحكومات يجب أيضا يعني تفعيل فكرة الميكانة وتفعيل فكرة الرقمنة بشكل أكبر من كده في الحكومة لأننا مش معقول لما هروح عمضي أختي مورا على ختم النصر وأنا ساكن مثلا في شبرة أقعد رايح جاية على العاصمة الإدارية يعني غير مقبول وغير متوقع يعني فأتمنى أن الحكومة تشتغل على الجنبين فكرة الرقمنة زي ما الرئيس بيطالب بيها دايما وفكرة لنقل العاصمة الإدارية وكل خير إن شاء الله أكيد إن شاء الله دي كانت أخبارنا ودلوقتي نخرج معكم اللي فأوصل وبعدها نرجع للفقرة الروحية باكرا يا رب تسمع صوت ترجمة نانسي قنقر شكرا